اشتركوا في القناة اضغط ctrl a ما يحدد للكل احدد دبل ماوس اضغط ctrl c اجي اليد الصق ctrl v ما يلصق هذي الاختصارات ما تعمل شون السبب طبعا اكو حليا لهذا الخلل طبعا راح نشرح الحلين جربوا الحل الاول اذا ما نجح بامكانكم ان تجربون الحل الثاني فراح ينجح بشكل مؤكد الحل الاول هو راح نخرج من برنامج وورد بدون حفظ ونتأكد هنا من اللغة نتأكد من عندها انه هي انجليزية ضروري انه انجليزية ونجي نفتح برنامج وورد ورح نجرب محتمل بنسبة كبيرة يتم حل خلل الاختصارات في حال لو لم يتم حل الاختصارات رح نجي نخرج من هذه المنطقة ورح نجي نضغط علامة الويندوز وحرف r رح تظهرنا هذه النافذة رح نجي نضغط علامة الويندوز وحرف r رح تظهرنا هذه النافذة وطبعا نكتب الامر التالي طبعا ممكن انتو تلقوه هيدش يعني فارغ فنكتب الامر التالي اللي هو وين وين وورد مساحة لازم نتأكد انه مساحة العلامة المائلة اللي هي ياما شف توضاء ياما الخط المائل اعلى الرقم 8 وطبعا نكتب حرف a هنا واضغط طبعا اوكي رح يتم فتح البرنامج برنامج وورد مع ازالة البرمجيات المعطلة من برنامج وورد وبالتالي رح تعمل الاختصارات بشكل مباشر طبعا هذين الحليين يتم حل هذا الخلل بشكل مؤكد ان شاء الله نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى